وللمزيد من المتابعة والتحليل حول آخر تطورات المشهد السوداني ينضم إلينا هاتفياً السيد أشرف أبو الهول الكاتب الصحفي ومدير تحرير صحيفة الأهرام سيد أشرف بعد التحية اتفاق سياسي بين البرهان وحمدوك والأخير يعود لأباشر مهمه مجدداً كرئيس الوزراء كيف تبعت تطورات الأخيرة في المشهد السوداني؟ تأكيد ما حدث اليوم هو أمر جيد جداً أخيراً استطاع السودانيون الاتفاق على الابتعاد عن العنف والابتعاد عن تسوير الشارع تفقوا على التقاسم الحقيقي للسلطة أن تكون هناك شراكة حقيقية أن تدير السودان شؤون السودان حكومة كفاءات وليس حكومة يغيمن عليها حزب أو عدة أحزاب وأيضاً تعديل الوثيقة الدستورية حتى تضم جميع قوى الشعب السوداني وليس فقط قوى الحرية والتغيير كما كانت تنص الوثيقة الصادقة أيضاً الوثيقة رعت أمر هام جداً وهو مسألة معالجة الاضطرابات في شرق السودان ونحن نظر كيف أنه من أقبر سودان أقفل أكثر من شهر فشل الحياة في السودان كانت هذه الأمور لا بد أن تحسن كانت هناك يعني عندما قامت المصورة في السودان ضد حكومة البشير شارك فيها أكثر من مئة حزب سياسي وتجمع ومقابة وحتى التجمعات الصوفية والتجمعات الشعبية شاركت فيها لكن عندما شكلت الحكومة أيمنت عليها أربعة أحزاب فقط أرادت أن تأخذها في اتجاهها فقط وهو ما أدى إلى الصدمات وكان هناك تهديد وعيد من بعض المدنيين في الحكومة ومعاقبة العسكريين عندما يتركوا قيادة مجلس السيادة لكن الآن هناك شاركة حقيقية هناك رغبة حقيقية في أن يتفرق كل طرف للعمل الحقيقي المنوط به الحكومة حكومة الكفاءات حكومة التكنقراط ستعمل على معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية ومجلس السيادة سيعمل على معالجة المشكلات الأمنية ونحن نعلم أن السودان بلد لا يعيش في رصاهية ويعاني كثير من هناك معاناة اقتصادية يعاني منها المواطن السوداني بشكل كبير هناك أخطر من المعاناة الاقتصادية هناك القوى التي تريد الانفصال والأقاليم التي تتزمر واتفاق جوبا الذي لم ينفذ كل هذا كان يتطلب مثل هذه الخطوة يتطلب اتفاق شراكة حقيقي وليس اتفاق شراكة يمشي في مصلحة طرف واحد وقد طب أستاذ أشرف يعني مصر سرعان ما أعربت مباشرة بعد توقيع هذا الاتفاق عن أملها في أن يكون اتفاق اليوم بمثابة خطوة نحو تحقيق الاستقرار بالسودان كيف يمكن تحقيق ذلك وكيف يمكن للأطراف السودانية العمل سويا المكون العسكري والمكون المدني داخل المشهد السوداني على تحقيق ذلك يعني أولا أعتقد أنه سيكون بالإمكان العمل سويا لأنه هناك متدير جديد هذه المرة هو أن الحكومة ليست حزبية الحكومة ليست جهوية الحكومة لا تصير في اتجاه إقليم دون إقليم أو حزب دون حزب وإنما حكومة تكنوكرات تعمل على حل مشاكل السودان من كل الاتجاهات هناك شيء آخر هام جدا وهو أن هذا الحل جاء بتدخل إقليمي وتدخل أفريقي وتدخل دولي وبالتالي هذا هو ضامنا هذا الاتفاق هناك يعني من يشجعك على أن تتحرك هناك دول عربية كثيرة لديها استعداد لمساعدة السودان وهناك مجتمع دولي سبق أن عرض يعني إسقاطيون عن السودان الآن إذا عملت هذه الحكومة بشكل صحيح وعملت لصالح كل السودانيين سيساعدها الجميع وبالتالي تحل المشاكل الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية هناك تطور آخر مهم جدا هو قضية اتفاق جوبا الذي نص على إنهاء نزاعات منها نزاع درفور على سبيل المثال وكانها تطلب دفع تعوذات لأبناء جوبا الذين تضرروا وصلبت ممتلكاتهم في ظل الحكومة السابقة تعطل كل شيء الآن يمكن للحكومة الجديدة أن تحل هذه المشكلات أن تفي بما تم الاتفاق عليه من بنود وبالتالي يسير للسودان في طريق الاستقرار والتنمية الحقيقية لأن السودان أغنى دولة في أفريقيا لديه قدرات كثيرة جدا ولكن للأسف لم تستغل بشكل أمثل وهناك بطبع تحديات كثيرة تواجه هذه الحكومة الجديدة التحدي الأكبر والأبرز هو الحفاظ على وحدة السودانين بشكل أساسي أشكرك شكرا جزيلا السيد أشرف أبو الهول مدير تحرير صحيفة الأهرام كنت معنا عبر الهاتف